اهلا بكم الى هذه النشرة المفصلة من الميادين وتتابعون في ابرز عنوينها اللبنانيون يترقبون اول نتائج انتخابات نيابية وفق القانون النسبي ونسبة المشاركة تزيد على 49% 33% نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية التونسية والنهضة تؤكد تقدمها على نداء تونس الجيش اليمني واللجان يعلنون استهداف منشآت اقتصادية في نجران بصواريخ بلستية والسعودية تؤكد اسقاط صاروخين استهدف المنطقة وتتابعون معنا في النشرة ايضا لا غرف خلف مقبرة توت عقامود صباح الخير يترقب اللبنانيون الاعلان الرسمية لنتائج الانتخابات التشريعية التي جرت امس للمرة الاولى منذ تسع سنوات النتائج الاولية وفق المكنات الانتخابية تشير الى تقدم لوائح المقاومة وحلفائها التي قد تفوز باكثر من نصف المقاعد كما تشير النتائج غير الرسمية الى امكان حصول رئيس الوزراء سعد الحريري على اكبر كتلة في البرلمان الانتخابات جرت وفقا لنظام انتخابي نسبي وزير داخلية نهاد المشنوق اعلن ان نسبة المشاركة بلغت اكثر من 49% نسبة الاختراع على الشاشة يواضح عندكم نسبة النهائية غير التخرى يعني غير الرسمية نسبة النهائية لكل لبنان 49.20% بالمقارنة مع سنة ال2009 كانت 54% نسبة الاعلى اليوم سجلت في دائرة الشمال الثانية من يضمي اقراره بينما النسبة الاقل ببيروت الاولى اللي هي 31.5 رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد اكد ان قانون النسبية جاء نتيجة التوافق بين القوى والاحزاب اللبنانية واشدد في تصريح له على ان اهم اسباب الحماسة والاندفاع للتصويت كانت قناعة الناخب اللبناني بان المجلس الجديد هو فرصة للتمثيل حزب الله لوحده وهو نتيجة تشاور كل القوى الاساسية الوازنة في هذا البلد وعلى رأس التيار الوطني الحر وتيار المستقبل ونتيجة تطابق الرؤية والمصالح حول هذه الصيغة للقانون نحن وافقنا علما باننا كنا نقترح ان تعتمد النسبية على اساس لبنان دائرة واحدة او خمس دوائر وشاءت القوى ان تتوافق على هذه الصيغة فذهبنا معها لتثبيت اصل اعتماد النسبية في قانون الانتخاب الان الذي يطرح تعديلات حول الاصل هذا الامر لا مكان له اما التعديلات التطبيقية في هذا القانون فنحن لدينا ايضا ملاحظات على المسائل التطبيقية والاجرائية خصوصا ان هذا القانون يطبق للمرة الاولى والحماسة والاقبال الكثيف على الاقتراع هو نتيجة احساس كل القوى انها تحظى بفرصة ان تتمثل في المجلس النيابي وهذه من اهم الميزات التي يتمتع بها قانون الانتخاب الذي يعتمد وصف الشيخ ماهر حمود رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة العملية الانتخابية اللبنانية بانها مثالية من حيث الاجراءات والتنظيم وخلال مقابلة مع المايدين من صيدة في جنوب لبنان طالب الشيخ حمود كل المرشحين بوعود حقيقية وغير كاذبة هل هناك ظاهرة اشرف من ظاهرة المقاومة هل المقاومة نجحت عسكريا قد لا تنجح سياسيا من نفس المستوى لكن بالتأكيد سنثق على الاقل بانه تسير في الاتجاه الصحيح وانا قلت في خطب الجمعة كلام بيتمنى يريته يعني يوضع موضع التنفيذ لا نريد من المرشحين اي وعود واي برامج انتخابية واي خطابات يعني مطولة نرطلب شيئا واحدا عدونا ان لا تكذبوا علينا عدونا بان تصدقوا بان تقولوا نحن هذا القانون مثلا اشتغلنا لالو ما الظبط او هذا نريد هكذا الاخري اذا وصلنا الى هذا المستوى ان نأخذ وعدا حقيقيا وصادقا بانهم لا يكذبون يكون حطينا اجرنا على الطريق الصحيح وسائل اعلام اسرائيلية قالت ان الانتخابات النيابية تعزز قبضة حزب الله وتضع الولايات المتحدة في مأزق يأتي ذلك في ظل اهتمام وترقب اسرائيليين لنتائج هذه الانتخابات نظرا لتداعيتها الداخلية والخارجية وما ستحمله هذه النتائج من تغيير في موازين القوى تقرير هيثم عباني اكثر من عامل دفع اسرائيل الى متابعة الانتخابات النيابية في لبنان والاهتمام بنتائجها على رأسها رصد موازين القوى الداخلية في لبنان وموقع حزب الله منها وتأثير الخارطة السياسية الجديدة على التجاذب الاقليمي السعودي الايراني وانتهاء القيد الذي يعتقد كثيرون في اسرائيل ان توقيت الانتخابات فرضه على اداء حزب الله في مقاربته ملفات ساخنة تتعلق بها للمرة الاولى منذ تسع سنوات تجري انتخابات في لبنان الدولة المتأثرة بالحرب الاهلية السورية والمنقسم بين التأثير الايراني والسعودي تبحث عن طريقها بعد تسع سنوات الدولة الهشة لبنان تذهب الى انتخابات ستحسم وجهة بلاد الارز المركبة من توازن طائفي ومعقد وحساس السعودية تريد ان ينتصر الحريري وايران تريد حزب الله بالطبع الانتخابات في لبنان ستكون حاسمة للسنوات المقبلة ادراك الخبراء والمعالقين في اسرائيل اهمية البعد الداخلي في الانتخابات اللبنانية لم يسقط من اهتماماتهم بعدها الاقليمية المرتبطة بالمواجهة بين محور المقاومة واسرائيل الواضح ان الانتخابات مرتبطة ايضا بقرار ترامب حول الاتفاق النووي وكذلك بالمواجهة بين اسرائيل وايران القائمة في سوريا من ناحية اسرائيل هي تتوقع حدوث تغييرات دراماتيكية في طبيعة التهديد عليها ما دامت توقعات تشكيل القوى السياسية التي ستدير الدولة تشير الى استمرار الوضع الراهن بحسب صحيفتها اارتس فحكومة جديدة لن تزيل تهديد حزب الله ولن تعمل على نزع سلاحه كما ان مستقبل ميزان القوى بين اسرائيل ولبنان متعلق بنتائج الحرب السورية وليس بنتائج الانتخابات في لبنان فقط الى تونس حيث اعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد لتليلي المنصري ان نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية بلغت 33.7% يأتي ذلك فيما اشارت احصائيات سيجما كونسهي الى تصدر حركة النهضة بنسبة اكثر من 27% فيما حل حزب نداء تونس ثانيا بنسبة 22.5% بنسبة اقبال عامة قدرت ب 33.7% وبالنسبة لعدد البلدية المحدثة جديدا ولعددها 86% نسبة الاقبال بالبلدية المحدثة بلغت 37% وبالنسبة لي اقل نسبة سجلت بالهيئة الفرعية بتونس واحد بنسبة 26% اما اعلى نسبة بالنسبة للأقبال سجلت بالهيئة الفرعية بالمونستير بنسبة قدرت ب 46% مسؤولون من حزب النهضة اعلن تقدم حزبهم على حركة نداء تونس في الانتخابات البلدية وقال القيادي في النهضة نطفي زيتون قال ان النهضة تقدم على نداء تونس بفارق يصل الى 5% بدوره اكد القيادي في نداء تونس برهان بسيس تقدم النهضة بفارق من 3% الى 5% اذا نقبل ضعيف للناخبين في الانتخابات البلدية في تونس في ظل حديث عن مخالفات عدة شابة العملية الانتخابية وشبه عزوف لفئة الشباب تقرير عماد الشطارة تونس تساس بالاقتراع وتساس بالصندوق الاقتراع عالية كانت توقعات السياسيين على مستوى مساهمة المواطنين في انجاح استحقاق الانتخابات المحلية من خلال مشاركة نشطة وفاعلة تؤسس لانجاح ارساء المركزية في الحكم لي لاحظت اللي هو بيرد مقارنة بال2014 كان اكتداد كبير في 2014 تحس لعبات بيردين ولكن ضعيفة كانت نسبة الاقبار على مكاتب الاختراع خصوصا من فئة الشباب فئة كانت شبه مقاطعة للحدث في مناطق البلاد كفة نحن كان ملاحظين معناتها الاقبار الضعيف عن الاخر فما كان الاقبار في السن هم اللي جاء والشباب عوزوا فتام اخلالات عديدة اساءت الى صورة الاستحقاق الذي كانت تنتظره البلاد منذ اكثر من ثماني سنوات خرق للصمت الانتخابي في عدة جهاد وشهادات عن شراء اصوات ناخبين واقتحام لمكتب اقتراع وتبادل للعنف بين انصار الحزبين الحاكمين وفق مراقبية المجتمع المدني وخصوصا تعثر عملية الانتخاب بالمظلة بعد الاحتجاج على غياب قائمة مترشحة ما ادى الى غلق مكاتب الاقتراع العملية تمر بشكل سلس ما تماش حتى مشاكل الهيئة وفرت لنا من الحاجيات الكل شراء اصوات حزب بدون ان نتكر الاسم يرشي في المواطنة الاستحقاق الانتخابي وان جاء وفق توقعات المراقبين بمشاركة ضعيفة من الناخبين الا انه اظهر ايضا ان المناخ الانتخابية يفتقد الى ثقة الناخبين في النخبة السياسية اخلالات عديدة ورسائل هامة سجلت في محطة الانتخابات البلدية في تونس تستوجب التوقف عندها من الهيئة والاحزاب والمجتمع المدني لتحميل المسئوليات وتجنب الهنات في قادم الاستحقاقات عامة اشترى تونس الميادين سيطر الجيش السوري على كتل ابنية شمال غرب مخيم اليرموك بعد اشتباكات مع مسلحي داعش بالتوازي مع اشتباكات عنيفة في شمال فلسطين وذلك بعد تأمين الاجزاء الجنوبية من الحجر الاسود تتزامن هذه التطورات مع تواصل عملية خروج المسلحين غير الراغبين في التسوية من يلدى وببيلة وبيت سحم باتجاه شمال حلب محمد الخدش الاحياء الجنوبية في بلدة الحجر الاسود امنة عملية الجيش السوري لتأمين البلدة ومخيم اليرموك تسير بخطا متسارعة ضمن بيئة قتالية معقدة ازقة ضيقة وابنية متداخلة تحصن فيها مسلح داعش لكن وحدات النخبة في الجيش السوري تجاوزتها باتجاه تأمين المنطقة يترقب الاهالي الخبر السعيد باتجاه عودة طال انتظارها هذه العمليات العظيمة التي تم التقدم من خلالها هذا سيعطي الحافز الأعظم لتحرير كل المنطقة وستكون قريبا بإذن الله تعالى المنطقة الجنوبية ريف دمشق خالية من المجموعات المسلحة طبعا هناك كذلك الأمر اعدادات من أجل إعادة البناء التحتية وتأهيلها لعودة الأهالي خاصة مخيم اليرموك في يلدة وببيلة وبيت سحم المجاورة تسوية تقترب من الإنجاز الكامل ألاف المسلحين وعائلاتهم في رحلة المغادرة نحو شمال حلب خطوة تمهد لدخول مؤسسات الدولة إلى المنطقة وإنهاء حالة مسلحة جنوب العاصمة يترقب الأهالي العودة إلى بيوتهم أيضا ومعرفة مصير المفقودين من أبنائهم أنا أم لا شهيد أم علي وجاي أنا هون أشوف إن شاء الله هكبرك بروحوا هذول أرهابية من بلدنا ومنرجع لبيتنا وأنا لأم لا مخطوفين أنا عندي ولد مخطوف من 6 سنين وجاي بركي إن شاء الله بلاقيه هكبر بنزله من الباصات من الدولة الرهابية يكونوا أخذينهم معهم أو شي أنا أبو مخطوفين أنا أبو مخطوفين خطفوا لي ولدي بشهر الثامن 2012 بشهر رمضان تكامل بين العمل العسكري في مخيم اليرموك والحجر الأسود وجهود التسوية في البلدات المجاورة الحصيلة إنهاء آخر جيب مسلح في محيط دمشق وإن عاش الحياة في جغرافيا ضمت أكثر من مليون نسمة قبل الحرب ساعات قليلة ويطوى ملف الوجود المسلح في بلدات بيت سحم ويلدى وببيلة إنجاز ميداني كبير يتضافر مع عملية تأمين الحجر الأسود ومخيم اليرموك باتجاه توسيع مساحات الأمان في محيط دمشق محمد الخضر من مدخل بلدة بيت سحم في ريف دمشق الجنوبي الميادين وفي إطار تنفيذ بنود الاتفاق الذي نص على أخراج المسلحين من ريفي حمص الشمالي وريف حمال جنوبي تسلمت الدولة والسورية الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من المسلحين وتضمنت دبابات ومنصات إطلاق صواريخ وقذائف ومدرعات يأتي ذلك في وقت أفشل فيه الجيش السوري هجوما لداعش على ريف السلامية بحمى في نفس الليل التي وقعوا فيها تلك الهدني قاموا بخرق هذه الاتفاقيات وهذه الهدني لأن ليس لديهم أي مساق شرف أو أي مساق في الحفاظ على الاتفاقيات التي يقومون بتوقيعها مع قواتنا في الجيش العربي السوري والقوى الرديفي فقاموا بهجوم مكسف وبأعداد كبير جدا على كافة نقاط الجيش والقوات المسلحة وقوات الدفاع الوطني والقوى الرديفي في قبة الكرد ومنطقة تل الدراء ولكن بفضل تضحيات وصمود وسبات قواتنا الباسلي وقوات الدفاع الوطني والقوى الرديفي استطعنا إيقاف هذا الهجوم ومنعهم من تحقيق هذا الهدف بقطع طريق حماس السلامي واستم استيعاب هذا الهجوم وإيقافهم على خطوط محدد دون التقدم نهائيا وفي مدينة الباب فاد تنسيقيات المسلحين بمقتل أبو ليلى طابية القائد العسكري لأحرار شرقية إثر إصابته في الاشتباكات بين المجموعات المسلحة المدعومة من تركيا وأهل المدينة وكان قد قتل وجرح أكثر من 15 شخصا في هذه الاشتباكات على خلفية اقتحام المسلحين المستشفى الباب والاعتداء على طاقمه الاشتباكات جاءت بعد محاولة الجيش التركي الدخول إلى المدينة وإطلاق رصاص الحي لتفريق تظاهرة احتجاجية للأهالي ما أدى إلى جرح عدد من المدنيين شن سلاح الجو العراقي ضربة جوية ضد تنظيم داعش في سوريا بأمر من رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي مكتب العبادي أشار إلى أن القوة الجوية وجهت ضربة مجاعة ضد موقع لقيادة داعش جنوب الدشيشة في الريف الجنوبي لمحافظة الحسكة داخل الأراضي السورية وهذه هي الضربة الثانية خلال أقل من شهر انتخب الائتلاف السوري المعارض عبد الرحمن مصطفى رئيسا له وخلفا لرياض سيف الذي استقل في آذار مارس الماضي المكتب العالمي للائتلاف قال أن مصطفى كان المرشح الوحيد لرئاسة وحصل على تأييد 66 عضوا من أصل 83 في الهيئة العامة للائتلاف وجاء انتخاب مصطفى خلال اجتماعات الدورة العادية للائتلاف في استطبول فاصل قصي نتابع بعده النشرة بقو معنا أهلا بكم الجديد لهذه النشرة من الميادين أكد مستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولاية أن بلاده سترد على واشنطن وهو ما سيجعلها تندم إذا انسحبت من الاتفاق النووي وإذا استمر الرئيس دونالد ترامب بألعابه السياسية وفق تعبيره يد إيران مفتوحة للرد على أي قرار ستتخذه الولايات المتحدة حول الاتفاق النووي وبإمكان الأمريكيين اختبار ذلك إذا قرروا التراجع عن الاتفاق النووي أو البدء بلعبة سياسية جديدة لحرمان إيران من فوائد الاتفاق فمما لا شك فيه أننا سنتخذ إجراءات تجعلهم يندمون على فعلتهم ولا يتقال أن نقل سفارة الأمريكية إلى القدس يكون أشبه بوعد بيلفور الجديد ما يريد الرئيس الأمريكي فعله بشأن نقل سفارة بلاده إلى القدس هو في الحقيقة أعلان عن وعد بيلفور آخر وللأسف فإن بعض الخوانة والرجعيين في المنطقة وبالتحديد النظام السعودي يتعاونون مع أمريكا لنقل السفارة إلى القدس لكن عليهم أن يعلم أن العالم الإسلامي والشعب الفلسطيني لن يسمح بتمرير هذا القرار وسيواجهانه حتما تدرجت لهجة العداء في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد إيران من رفض للاتفاق النووي لتطاول برنامج طهران الصاروخي ونفوذها في المنطقة ليكتشف أخيرا هدف أو ليكتشف أخيرا هدف أبعد يصل حد إسقاط النظام واستبداله بنظام حليف لواشنطن رضا الباشا حبلة بالشروط والعداء هكذا تختصر السنة ونصف السنة من رئاسة دونالد ترامب تجاه إيران افتتح سيد البيت الأبيض عاده الرئاسي بإعلان تحفظه على الاتفاق النووي ارتفعت لهجة مطالب ترامب وفريقه من طهران ربطت واشنطن بين برنامج إيران النووي وقوتها الدفاعية الصاروخية استغلت نقطة في قرار مجلس الأمن الدولي الفين ومائتين وواحد وثلاثين والمتعلق بالاتفاق النووي ويطالب إيران بعدم تنفيذ أي نشاط مرتبط بصواريخ باليستية قادرة على حمل أسلحة نووية لتفرض واشنطن أول عقوباتها والتي طالت 15 شخصية وشركة إيرانية أرجعت لأسباب تتعلق بالبرنامج الصاروخي وحقوق الإنسان عقوبات أتبعت ببيان لمجلس الأمن القومي الأمريكي يحمل تحذيرا لإيران مفاده أن الإدارة الأمريكية ستحاسبها بشدة حيال برنامجها الصاروخي أو أي عمل تعتبره واشنطن مزعزعا للاستقرار إذن هدف واشنطن ليس النووي الإيراني أو برنامج طهران الصاروخي فحسب بل اتسعى ليطال علاقاتها ودورها في المنطقة وهنا تتقاطع الرؤية الأمريكية مع رغبات إسرائيل والسعودية في وضع حد لنفوذ إيران المتصاعد قلق وتحذيرات ترافقت مع إعلان إنشاء تحالف إسلامي لمواجهة الإرهاب وداعمه وبمباركة ترامب أثيرت تساؤلات عن هدف التحالف فحركات المقاومة ومنها حزب الله اللبناني وحركات المقاومة الفلسطينية صنفت على أنها إرهابية وعليه جاء التحالف ليحارب المقاومة وطهران الداعم لها وهنا يتحقق هدف إسرائيلي آخر للحد من قدرة إيران وتأمين تل أبيب تصعيد واشنطن ورفعها لهجة الخطاب ضد طهران بلغ ذروته في اجتماع المعارضة الإيرانية كشف محام ترامب الشخصي أن الهدف هو تغيير النظام الحاكم في طهران فقال رودلف جولياني أمام مؤتمر الجماعات الإيرانية الأمريكية المقرب من مجهدي خلق في واشنطن إن الرئيس ملتزم بتغيير النظام بقدر التزامنا نحن وهنا يبدو واضحا أن كل ما تثيره إدارة ترامب حيال الاتفاق النووي أو برنامج طهران الصاروخي لا يشكل إلا شماعة الهدف الحقيقي الكامل خلفها هدف أمريكي ينهي وجود نظام حكم في طهران لا ينسجم مع سياسات أمريكا تأكد الإدارة الأمريكية الحالية أنها تعتمد سياسة التدخل في شؤون الدول الداخلية وتغيير الأنظمة فيها عبر الانقلابات أو افتعال الحروب ولا تعمد إذن هذه الإدارة إلى خفاء نواياها فكيف تتصرف مع كوريا الشمالية وإيران هبا محمود ليس غريبا أن يعتمد دونالد ترامب وهو محب الاستعراض بانتياز على سياسة راع البقر الأمريكي حامل المسدسات سريعة الإطلاق ففي رصد لدبلوماسية واشنطن خلال الأشهر القليلة الماضية نجد أن صوت الوعيد والتهديد ارتفع إلى أقصاه بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة وعندما حانت لحظة الضغط على زناد خرج وخلاف للتوقعات الأعلان عن قمة تاريخية مرتقبة بين رئيسي البلدين موافقة الزعيم الكوري على هذا اللقاء قد تكون أوحت للأمريكيين أن كوريا قدمت استسلاما ما لذا عاد ترامب لتصريحات استفزات في يونج يانج بدورها لم تصمت العاصمة الشمالية متهمة ترامب بتعكير الأجواء قبل القمة التاريخية لذا وفي حال التقى الرجلان فإن ثقة لن تكون ثالثة هما تميل واشنطن لاعتماد هذا الأسلوب مع إيران أيضا ولكن بالتأكيد لن تكون نتائجها شبيهة فإذا كان الزعيم الكوري الشمالي يميل لاستعراض القوة فإن لإيران سياسة مختلفة تماما ونفوذا إقليميا واسعا وصبرا شديدا فيما يحلو للإدارة الأمريكية الحالية رفض التسويات السياسية وتستهويها الصدمات وكل ما يدور في ذهنها هو المصالح الاقتصادية والنفوذ السياسي فترامب لا يجد حرجا في ابتزاز شركائه السياسيين كما لا يجد محاميه أيضا حرجا في القول إن بلاده تتدخل لتغيير الأنظمة والقوانين عبر الانقلابات أو افتعال الحروب قد تكون هذه الإدارة الأمريكية تقصدت إطلاق تصريحات كهذه ولكنها تفتقد الحنكة في التعاطي تحديدا مع الملف الإيراني فخلال التجارب السابقة كلها تفوق ناسج السجاد الإيراني على راع البقر الأمريكي أكدت كتائب القسام أن شهداءها ارتقوا وهم في مهمة أمنية وميدانية كبيرة حيث كانوا يتابعون أكبر منظومة تجسس فنية زرعها الاحتلال في غزة خلال العقد الأخير القسام أعلنت أن شهداءها نجحوا في الوصول إلى تلك المنظومة الخطيرة وأفشلوا المخطط الاستخباري الذي كان يعول عليه العدو الصهيوني وأجهزة مخابراته وقالت أنها تقدم الشهداء في مواجهة المشروع الصهيوني لتتلاقى أرواحهم مع أرواح الفلسطينيين الذين يخوضون مسيرات العودة وأضافت أن هناك جوانب مهمة في هذا الحدث ستكشفها أمام الفلسطينيين خلال مرحلة لاحقة كما حملت إسرائيل المسئولية المباشرة عن الجريمة مؤكدة أنها ستدفع الثمن غاليا هذا وشيعت غزة شهداء القسام واستغضب شعبي شديد وتأكيد أن الرد على الجريمة الإسرائيلية آت أحمد غانم حتى الوداع الأخير لرفاق الدرب كان بلا قبلة أو مسحة على الجبين دموع تفسر ما في الصدر من ألم على فراق الشهداء الذين تحولت أجسادهم إلى أشلاء خلال مهمة أمنية لتفكيك منظومة تجسس خطيرة وسط القطاع جريمة أكد القسام أن الاحتلال يتحمل مسؤوليتها وأن الرد عليها آت لا محالة إن المقاومة تخوض معارك على جبهات متعددة المسلح منها والأمن والشعبي والسياسي والإعلامي بما قاموا به من عمل بطولي في عملية أمنية معقدة استخباراتية عميقة حفظوا المقاومة وحفظوا مئات الأرواح وحفظوا العمق الأمني للمقاومة القسام أوضح في بيان له أن شهداء أفشلوا مخططا استخباريا إسرائيليا بالكشف عن أكبر منظومة تجسس فنية زرعها الاحتلال في غزة أما الفصائل فأكدت فشل محاولات الاحتلال في حرف الأنظار عن نجاحات مسيرة العودة وجر المقاومة إلى مربع المواجهة العسكرية إسرائيل تشعر بارتباك شديد في مواجهة مسيرات العودة التي تمثل كل الشعب الفلسطيني والتي يشارك فيها كل الفلسطينيين تقريبا وبالتالي هي تحاول أن تأخذ الأمور وجهة أخرى الشعب الفلسطيني متنبه لهذا وبالتأكيد جرائم إسرائيل لا تتوقف لذلك المقاومة تدرك كيف تدير تكتيكاتها تتعامل بشكل ذكي وبشكل موضوعي مع كل المستجدات على الساحة الفلسطينية ولكن يبقى الحساب مع هذا المحتل مفتوحا وفيما تمتزج دماء شهداء القسام مع دماء شهداء مسيرة العودة يؤكد الفلسطينيون أنها ستضيء لهم طريق الانتصار على طريق التحرير توضع غزة كوكبة جديدة من شهدائها طريق تهون في سبيلها كما يقول الفلسطينيون أرواحهم ودماؤهم أما الجريمة فتؤكد الفصائل أنها لن تحرف المسار عن مسيرات العودة الكبرى لكنها سترفع فاتورة الحساب مع المحتل الذي سيدفع ثمنها باهضا أحمد غنب غزة الميادين تتابعونا في النشرة بعد الفاصل كدريبات على عملية التصويت في فنزويلا أهلا بكم الجديد لهذه النشرة من الميادين لشن الطائرة تحالف السعودي غارتين على صنعاء وسط تحريق مكثف بحسب ما أفد به مراسل الميادين في المقابل أعلن الجيش اليمني واللجان الشعبية استهداف منشآت اقتصادية سعودية بصواريخ بدر واحد البلستية في نجران جنوب غربي السعودية فيما قالت وسائل أعلام سعودية أن الدفاع الجوية السعودي أسقط صاروخين بلستيين استهدف المنطقة وحد التدخل الإماراتي العسكري في جزيرة سقطرة المواقف في الداخل اليمني واستتراجع سعودي أمام ما اعتبرته القوى اليمنية احتلالا إماراتيا لسقطرة سقطرة أكبر الجزر العربية وأكبر ساحات الخلاف بين دولة الإمارات وحكومة الرئيس عبد الرب منصور هادي توحد الصفة اليمنية للمرة الأولى بعد شتات سنوات حكومة الرئيس هادي وحكومة الإنقاذ الوطني والحراك الجنوبي أجمعوا على أن وصول قوات عسكرية إماراتية إلى سقطرة انتهاك للأعراف والقوانين الدولية وتعد على سيادة اليمن المنطقة التي لم تصل إليها ارتدادات الصراع بين حكومة هادي وحكومة الإنقاذ في صنعاء دخلت الحلبة ما إن حط رئيس الحكومة أحمد بن داغر قدماه عليها حتى تبعته قوة إماراتية بثلاث طائرات عسكرية محملة بجنود ودبابات ومدرعات سيطرت القوة على منافذ مطار سقطرة وأبلغت جنود الحماية هناك والأمن القومي والسياسي وموظفي جمارك والضرائب بانتهاء مهمتهم حتى إشعار آخر من دون إضاحي أي أسباب لا يحتاج الاحتلال في العادة إلى مبررات حكومة بن داغر وفي بيان لها شددت على أنه لم يطرأ جدد يستوجب السيطرة على المطار والميناء بالقوة العسكرية خصوصا وأن الإمارات حاضرة في الجزيرة مدنيا منذ ثلاث سنوات خلت أغراب بات بن داغر ومن معه بين أعضاء هذه اللجنة السعودية التي غادرت من دون نتائج تذكر بعدما استدعيت لبحث أسباب استقدام الإمارات قواتها العسكرية إلى الجزيرة الهادئة وتلقيها طلبا من حكومة بن داغر بضرورة مغادرة القوات الإماراتية المكان عميق هو الخلاف اليوم بين حكومة هادي والإمارات جواره سيادة الوطنية ومن يحق له ممارستها على هذه الجزيرة وفيما رفعت حكومة الإنقاذ الوطني بقيادة عبد العزيز بن حبتور احتجاجها إلى الأمم المتحدة تتحدث مصادر عن سعي حكومة هادي إرسال رسالة إلى الأمم المتحدة تطالب بطرد الإمارات من التحالف السعودي فهي اليوم لا تراه إلا احتلالا تحت عباءة الدعم غير أن الرئيس هادي لا يوافق على هذا المقترح مخافة أن تغضب السعودية تلك التي يلف الغموض موقفها ودورها أيضا في آخر المستجدات فليس مقبولا أن تبدو جاهلة بما حدث ولا منطقيا أن ترضى بخطوة تضعف سلطة هادي في اليمن لكن ترجحات تميل إلى أن قصور السعودية قد يكون متعمدا أمام تماد الإمارات التي تبدو تحاول تعويض مضاع منها في الصومال وجيبوتي هذا واستنكرت الخارجية الإماراتية بيان رئيس الوزراء اليمني أحمد بن دغر وأكدت أنه يخالف المنطقة وقالت أن أقحام موضوع سيادة اليمنية لا يمت إلى الواقع الحالي بصلة كما أضافت أن دور الإمارات هو دور متوازن في جزيرة سقطرة اليمنية للحفاظ على أمنها واستقرارها ودعم المشاريع التنموية الخارجية الإماراتية تهمت جماعة الأخوان المسلمين وداعمها بالوقوف خلف الحاملات المغرضة التي تستهدفها مشيرة إلى أن الهدف منها هو تشويه دورها في التصدي لانقلاب أنصر الله بحسب وصفها لم تسلم الأعمال والدرامية والمسرحية في اليمن من الاستهداف المباشر لها من قبل التحالف السعودي عن طريق غارات استهدفت موقعا لتصوير مسلسل تلفزيوني رمضاني في الحديدة تقرير أحمد زبيبة هذا موقع لتصوير مسلسل تلفزيوني رمضاني في الحديدة غرب اليمن تم استهدافه بست غارات جوية من قبل التحالف السعودي هدف عشوائي للتحالف أدى إلى استشهاد مواطنين وجرح آخرين بينهم مصوران ومهندس ديكور وممثل في استهداف مباشر شح في الأعمال الدرامية في اليمن نتيجة أوضاع الحرب وفاقم من ذلك استهداف التحالف مواقع لتصوير المسلسلات التلفزيونية والهدف تغييب كل مظاهر الفن والإبداع في اليمن فنانين رغم حصارهم رغم قلة الأعمال التي يقوموا فيها سواء كانت المسرحية أو الدراما التلفزيونية إلا أنهم يتعرضون لعدوان غاشم طبعاً العدوان هو لا يعرف لا صغير ولا كبير سواء كان جانب إعلامي أو جانب فني أو أيضاً جوانب أخرى ظل العدوان يستهدف حتى أعمالنا الفنية وكأنها لا يريد أي مجال فني في البلد قد هدم الاقتصاد، هدم البنية التحتية، ضرب الإنسان، الشجر، الحقر كل ما هو قيم في هذا البلد ومع توقف المؤسسات الحكومية عن دعم الأعمال الدرامية والمسرحية نتيجة الحرب برزت جهات داعمة خاصة بديلة لتستمر هذه الأعمال رغم التحديات يصر التحالف السعودي على استهداف الفن والإبداع في اليمن بكل أشكاله ضارباً بعرض الحائط الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية التي تجرم كل ذلك أحمد محمد زبيب صنع الميادين شارك رئيس الفنزولي نيكولاس مادورو في تدريبات على عملية التصويت نظمها المجلس الانتخابي الوطني وتم الدعوة عشرين مليون ناخب إليها مادورو وصف التدريبات بالنجحة وقال أن الفنزوليين سيكونون قادرين على اختيار زعيم مستقبلي لبلادهم بطريقة حرة وذات سيادة معارض طهران الدولي للكتاب يواصل أعماله وسط مشاركة عربية وأوروبية واسعة تقرير أحمد البحراني قرابة ألفين ومئتي دار نشر من عشرات الدول شاركت في معرض طهران الدولي للكتاب حيث يزوره يومياً أكثر من أربعمائة ألف شخص وفي المضمون ميزته السياسة وما يدور في فلكها فحضرت وبقوة الكتاب والناشرون يعيشون في العالم ذاته الذي نعيشه ومما لا شك فيه أن تطورات الأحداث المتسارعة تشغل بالهم وبالتالي لا مفر من هذا الواقع الذي يعيشه الجميع الكاتب والمفكر إن لم يكن شاهداً على عصره فهو ليس بالكاتب إذن ستجدون عنوين تعكس الحياة الثقافية والسياسية المريرة مع الأسف وهي ثقافتنا نشارك بكتب أدبية وتاريخية فقط وأعتقد أن القارئ بحاجة إلى أمور توعوية بعيداً عن نزاعات عالم السياسة من الأزمات المفتعلة إلى الحروب النفسية إلى الإرهاب الذي يعم الشرق الأوسط وما فعله بالعراق والسورية والمنطقة عموما إنه الوجه الآخر لهذا الحدث الثقافي الكبير الكتاب في هذه السنين الأخيرة تراجع دوره التراثي والعلمي والذي كان يخدم العلماء ويخدم الثقافة في المجتمع تراجع بسبب هذه الثورات العربية المزعومة في هذه السنين الأخيرة مهما يحدث في أرض الواقع من سياسات مختلفة لا زال الكتاب هو المصر الأول وهو المصر الذي يطلع عليه أي باحث وأي قراء فلا أرى بأن هناك أي علاقة ترضية في ذلك عنوين الحروب والأزمات السياسية المتراكمة في المنطقة انعكست على معرض طهران الدولي للكتاب دون أن يبتعد عن هويتها الأدابية والثقافية والفنية وتاريخه الممتد منذ أكثر من ثلاثة عقد أحمد البحراني طهران في قناة الميادية لا غرف خلف مقبرة توت عنخ آمون في وادي الملوك بالأقصر وفق أحدث دراسات لبعثة إيطالية وزارة الأثر المصرية أوضحت أن البعثة تسلم تقريرا من نتائج المسح الراداري الأفقي والرأسي للمقبرة وقد أثبت عدم وجود أي غرف أو حتى دلائل على أعتاب أو أبواب ما يتعارض مع نظرية التي افترضت وجود ممرات أو غرف ملاصقة لحجرة دفن توت عنخ آمون المسح الراداري هو الثالث للمقبرة التي تعد من أهم اكتشافات الحضارة المصرية القديمة وقد ضمت أكثر من خمسة آلاف قطعة بين تماثيل وأسرة وعربات حربية وأدوات صيد وحلي في ولاية هوايا الأمريكية أجلت سلطات نحو ألفي شخص في جزيرة أو من جزيرة بيك آيلند يتي ذلك بعدما دمرت حمام من بعثة من بركان كيلوة خمسة منازل وبات غاز ثاني أكسيد الكبريت يمثل خطرا على المنطقة السكانية مرصد البراكين قال أن شقا جديدا قذف حماما في الهواء إلى ارتفاع سبعين مترا ويتوقع وقوع زلازل وقذف حماما بركانية على مدى الشهور المقبلة أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية ناس صاروخا إلى المريخ يحمل مسبارا مخصصا لدراسة أعماق الكوكب المسبار إنسايت مهمته تقضي بدراسة تربة المريخ الداخلية بحثا عن معلومات محتملة عن كيفية تكون الأرض والكواكب الصخرية في المجموعة الشمسية وهي المرة الأولى التي يجري فيها الغوص في باطن الكوكب الأحمر بعدما اقتصرت المهمات السابقة على مسح سطحه وتصويره طول المهمة الأساسية لفترة سنة واحدة من المريخ أي بعد عامين تقريبا من الأرض عقب هبوطها ومن المحتمل أن تستمر أطول من ذلك بكثير وعلى عكس المركبات الأخرى سيضع إنسايت أجهزة قياس الزلازل التي يحملها على متنه مباشرة داخل تربة المريخ ويضح بروس بانرت وهو باحث يشرف على مهمة إنسايت أنه فيما تنتقل الموجات الزلزلية عبر المريخ ستقوم مقيس الزلازل ومن خلال الانتقال بين مختلف الصخور بجمع المعلومات بانرت يقول أنه بعد رصد عدد كبير من الزلازل في اتجاهات مختلفة قد يكون بالإمكان وضع رؤية ثلاثية الأبعاد لكوكب المريخ من الداخل ومن غير الواضح عدد الزلازل التي ستكتشف على مدار عام تقريبا لكن بعض التقديرات تفيد بأنها بالعشرات نرغب بأن نعرف ماذا يجري على المريخ فنحن نرغب بإرسال رواد فضاء إلى هناك ونود أن نعرف من خلال هذه البعثات ما إذا كان هناك ماء على سطح المريخ قابل للاستخدام المركبة مقرر له الهبوط على الكوكب الأحمر في تشرين الثاني نوفمبر المقبل ويأمل الباحثون أن تساعد البيانات التي سيحصلون عليها في فهم الطريقة التي شكل بها المريخ قبل أكثر من أربعة مليارات عام النشر انتهت وهذا تذكير بأبرز العنوين اللبنانيون يترقبون نتائج أول انتخابات نيابية وفق القانون النسبي ونسبة المشاركة تزيد على سبعة أو تسعة وأربعين في المئة 33% نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية بتونس والنهضة تؤكد تقدمها على نداء تونس الجيش اليمني واللجان يعلنون استهداف منشآة اقتصادية في نجران بصواريخ بلستية والسعودية تؤكد سقاط صاروخين استهدف المنطقة وتابعتم في النشرة أيضا لغرف خلف مقبرة توت عنخ أمون بالمزيد من الأخبار والتقارير زر موقع الميدين على الانترنت ميدين دوت نت ولمتابعتنا باللغة الإسبانية اسبانون دوت الميدين دوت نت بالإضافة إلى صفحات الميدين على مواقع التواصل الاجتماعي شكرا لكم على حسن المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة